انتهت اخر منظرة بين المرشحين الثلاثة لخلافة المستشارة انجلا ميركل لم تحسم الامور بعد وان كانت استطلاعات الرأي تشير الى تقدم وزير المالية اولف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الا ان كل الاحتمالات تبقى مفتوحة في السباق على منصب المستشارية حقيقة لا ارى اي سبب لوقوع مفاجأة ولكن وجود عدد كبير من المترددين حتى الان بين الناخبين يفتح المجال لامكانية تغيير هذه الاستطلاعات وان كانت هذه الاحتمالات ضئيلة نتذكر المناظرة التي وقعت بين انجلا ميركل وغيرهات شويدر 2005 كان غيرهات شويدر متقدما بفارق شاسع وفي النهاية كسبت ميركل الانتخابات المناظرة الثالثة والاخيرة بين المرشحين بدت اكثر هدوءا من المناظرة الثانية حيث عزز وزير المالية تقدمه على منافسيه لاشيت وبيربوك ولم يستبعد شولتز تحالفه مع الخضر مستقبلا يمكن للعديد من المواطنين رؤيتي كرئيس تالي للحكومة المستشار القادم سيعمل هذا بشكل افضل عندما يحقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي نتيجة جيدة للغاية ولا اخفي اني ارغب في تشكيل حكومة اكثر مع حزب الخضر زعيمة الخضر بدورها لم تستبعد تحول الاتحاد المسيحي للمعارضة هناك حاجة الى حكومة يقودها الخضر ان الاتحاد الديمقراطي المسيحي بحاجة الى الدخول في المعارضة لانهم يؤيدون سياسات الامس واعتقد ان مناقشة اليوم قد ركزت على ذلك مرة اخرى المناظرة الثالثة كانت بمثابة فرصة اخيرة لارمين لاشيت لمقاراعة شولتس والحؤول دون انتقال حزبه المحافظي الى صفوف المعارضة بالنسبة لنا من الواضح اننا لن ندخل في اتلاف مع حزب ديرينك المتطرف ولن ندخل في اتلاف ولن نتحدث مع حزب البديل من اجل المانيا تشتد المنافسة لخلافة ميريكل في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الى تفوق وزير المالية بينما لا يستبعد مراقبون المفاجآت خصوصا ان 40% من الناخبين الالمان لم يحددوا بعد من سيختارون لخلافة المستشارة يمن شواف قناة الغد برلين